بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة ذكر الطفوف ويوم عاشراء ذكر الطفوف ويوم عاشراء من عاجفوني لذة الإغفاء وتذكري رزء الحسين بكربلا أغراد موع العين بالإجراء لم أنسه لما أسرى من يثرب بعصابة من رهطه الخلصائي حتى أتى البيت الحرام ملبيا والقلب والقلب في هم وفرطي عنائي فقضى مناسك حجه ثم انثنى ما يبغي العراق برهطه النجباء هو إله إذ وقف الجواد ولم يسر الحسين بدل سبعة أفراس الجواد ما يتحرك وين وقف الجواد وقف في الموضع الذي صرع فيه الجواد وقف في موضع صعد الشمر على صدر الحسين فيه وإله وإله إذ وقف الجواد ولم يسر فغدا يقول لصحبه النجباء يا قوم اسم الأرض قالوا نينوا قالوا ضحوا عنها بغير خفائي قالوا تسمى كربل فتنفس الصعداء وقال هنا حلول فنائي حط الرحال فذا محاط رحالنا وبهذه والله سبيوا نساء وبهذه الأطفال تذبحوا النساء تعلوا على قتب بغير وطاء إن شان هذه كربل بشرب بلاي يلا صوتك ويالحسين ها بداية الغربة أول خوف زينب أول رعب زينب إن شان هذه كربل بشرب بلاي ونزلوا ونزلوا وترى لاحات علامات المناية لازم بجانب هالنهار نقضي ضماية واجسادنا تبقى علي الغبرة السليب الآخر يستعجل الخبر لأنه أول ما نزل أول ما نزل الحسين غصت كربلاء بالجيش والرجال والعساكر يقول شافت العسكر واصبح زينب حزين ونادت على العباس يا حام الضعي بعضكم ما قاعد يشارك ليش شافت العسكر واصبحت زينب حزين ونادت على العباس يا حام الضعي شوروا على الوالي يرد بين المدينة قبل المسى يمسي وقبل يهود اللي يقول هالعباس شلون نشير على الحسين أن يرجحها يقول شلون نجد دم على المظلوم بالشاء حزين والعباس والعرض هذه كربلة والشهار عاشوا فوز سعادة ومرجلة ونور علان حزين إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ورد في زيارة ناحية المقدسة كنت لله طائعاً وَلِجَدِّكَ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَابِعاً وَلِقَوْلِ أَبِيكَ سَامِعاً وَإِلَى وَصِيَّةِ أَخِيكَ مُسَارِعاً وَلِعِمَادِ الدِّينِ رَافِعاً وَلِلطُّغْيَانِ قَامِعاً وَلِلطُّغَاتِ مُقَارِعاً أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعاً ويمنّ علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد النص الشريف فيه تقرير مهم جداً في الباب الاعتقادي وهو كون الإمام الحسين عليه السلام تابع إلى منظومة منظومة إلهية تابع لله عز وجل الطاع لله عز وجل واتبع لجده صلى الله عليه وآله وصل بأبيه أمير المؤمنين عليه السلام والحسن يعني شنو هذا الكلام معناته أن الإمام صاحب الأمر في هذه الفقرة يقرر أن الإمامة وهذا صلب اعتقادنا وسبب المشكلة في ضياع بعض الأمور وعدم وضوحة عند الآخرين أن الإمامة امتداد للنبوة أي واحد ما يفهم هذه القضية لا راح يفهم نصوص الزيارات ولا يفهم حركة الإمام الحسين عليه السلام ولا يفهم فقه الطف وعاشراء وما يترتب عليه من لوازم عقائدية وفكرية وتربوية وما إلى ذلك من البحوث فالإمامة الحسين عليه السلام ضمن سلسلة ورث من جده صلى الله عليه وآله وجده صلى الله عليه وآله هو مجمع العدد ومجمع الوراثة وراثة الأنبياء كلهم لهذا انتقلت للحسين عليه السلام هذه الوراثة وأخذ عن أمير المؤمنين عليه السلام لهذا يقول أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي وأخذ من أمه فاطمة سلام الله عليها وأخذ من الإمام الحسن فهو ما أخذ من الأسرة كل واحد من الأسرة له صلة بسيد الشهداء ويمر هذه الإمامة تمر عبر هؤلاء الحجج الطاهرين لهذا يخطئ من يعتبر اللي ثقافته ضحلة زين اللي يعتبر أن حركة الحسين عليه السلام حركة طارئة ونضطر إحنا نبررها ونجيب لها أدلة من سيرة النبي وكذا الحسين ما يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى دليل ولكن المحيط له أثر لما يعيش واحد في بيئة بعيدة عن بيئة أهل البيت عليهم السلام يشوف حتى تصرفاتنا وشنو هذا شي سوون زين ليش يبتون لماذا البكاء زين ليش يقدسون الحسين ليش يقدسون التربة الحسينية الآن تعال أنت هذه القضايا يعني أكو قضايا إحنا قد نختلف في تقييمها أفرض ليش اللطمون ليش هذه الشعيرة الفلانية ليش كذا إلى آخره لكن دعك من هذه القضايا الفرعية خليك في الأصول في الأمور المهمة إذا تتمسك بالأمور المهمة وتأخذها من منابعها تنحل عندك الإشكالات هذه البسيطة ليش يلطمون وليش ما دري يسوون وإلى آخره زين شنو القضية المهمة أن تعال أنت شوف مصادرك أكوبون شاسع بين الواقع العملي اليوم اللي عيش المسلمين وبين المصادر الكتب المصادر تقول أن النبي بكى على الحسين سلام الله عليه هذا البيهق يروي يعتبره من دلائل النبوة يعني من معاجز النبي أنه حدث بمقتل الحسين أحمد بن حنبل في المسند يروي حديث القارورة وأم سلمة بالتفصيل وأن النبي ليس فقط بكى على الحسين بل انتحب نحيب زين انتحاب طلع صوته بالبكاء حتى التربة الحسينية تجدها في مصادر أهل السنة حتى التربة الحسينية لكن لضحالة الثقافة أو تعصب بعضهم تعصب واضح الآن في سير أعلام الحسين الأعلام النبلاء للذهبي يروي أن جبرائيل جاء للنبي هذه تستغرب منها يعني شلون يروون مثل هذه القضية أن جبرائيل جاء للنبي بتربة الحسين عليه السلام فأعطاه تربة الحسين حمراء يقول النص النص في المتن يقول فأخذ رسول الله يقبلها طبعاً هذا المحقق ما بي أجيب أسماء وأذكر أسماء الآن بس المحقق في الطبعة الكذائية انبدلها يقبلها شنو مسويها يقلبها شوف تبديل شون تحريف وكاتب يعني عند أمانة زين من يعني من طياح الحوب كاتب تحت بالحاشية شنو كاتب يقول كانت في الأصل يقبلها وهو غلط هو مقرر ليش حاجز بينه وبين الواقع وإلا أنت مسلم تشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طبيعي تحزن على الإمام الحسين بعدين يتعزز هذا الشعور يتعزز في أن تسمع النبي بكى عليه ونحن هذا يعني هذا هو الدافع الأول ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذا العلا لو رسول الله خليسمع المسلم هالبيت هذا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاب لو النبي يحيى ليش لأن وارثه هذه أبعاد الوراثة في الحسين أبعاد عظيمة الآن ما أريد أنا عندي مطالب مهمة الليلة ما أريد أطول في المقدمة جاءت فاطمة عليها السلام بالحسن والحسين إلى النبي في شكواه الذي قبض فيه هذا الحديث ما أبي أنا أطول في ذكر مصادر السنية أنت تقدر الآن تخلي في محرك البحث وتشوف المصادر الكثيرة السنية والشيعية اللي روته زين وقالت أبا يا رسول الله هذان ابناك شوف الآن أنا هذا هذان ابناك فيه حتي طويل خلي هذا يجي يجي على يوم نتكلم فيه هذان ابناك فورثهما حين النبي على فراش المرض وفاطمة جايب السلام الله عليه الحسن والحسين يقول له ورثهم كل واحد أعطي شيء فقال أما الحسن فإن له هيبتي وسؤدتي وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي هذه عطايا ربانية عطايا إلهية الآن نجي نتكلم عنها شوفوا إذا نحلل إحنا شخصية أي إنسان وشخصية الحسين عليه السلام كذلك كل إنسان يتأثر بمثلث يأثر فيه هذا المثلث الوراثة التربية المحيط هذا المثلث بالنسبة للحسين ثلاثة الأضلاع مرتبطة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله هم وراثه وهم تربية في الأيام الأولى من سنة حياته عليه السلام وأيضا محيط كان يعيش محيط الوحي ومحيط جبرائيل قلنا لك البارحة وأولة البارحة أشرنا إلى هذا المحيط الطيب الطاهر النقي اللي كان يعيش فيه الإمام الحسين عليه السلام أنفعس الوحي وكل إنسان هكذا لأن العلماء يختلفون في المؤثر الأصلي في صياغة شخصية شخصية الإنسان ما الذي يصغ الإنسان بعضهم قالوا الوراثة فقط بعضهم قالوا لا مول الوراثة التربية فقط حتى عالم فرنسي يقول له تجيب لي أولاد 12 طفل تخليهم عندي وتهيئ لي ما أطلب من المستلزمات أنا أتحكم في ميولهم وحياتهم وصياغة شخصياتهم وكذا زين هذه نظريات العامل الواحد الثالث لا أن الوراثة والتربية تغالبان يصير بينهم مغالبة زين حسب تأثيرات الإنسان وحياته أما بالنسبة للإسلام زين بالنسبة للإسلام لا هناك فطرة هناك قابليات هناك وراثة هناك تربية هناك خمس أشياء حين ما أقدر أنا أتكلم لأن هذا الموضوع بروح يبيه لمجلس زين هذه الأمور هي اللي تصيغ شخصية الإنسان زين الآن النبي أسألكم سؤال حتى تفكرون لما الزهراء تيجي تقول له هذان ابناك فورثهما فيقول أما الحسن فإن له هيبتي وسؤدد السؤدد يعني الشرف والرفعة وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي هل هذه الأشياء المعنوية الأخلاق موجودة في صناديق حتى النبي يعطيها فاطمة سلام الله عليك شوف معنا قلت لك هذا الموضوع يعني هذا الحديث يرون أهل السنة بوفرة كثير لكن فيه إعجاز زين موراثة طبيعية شنو يعني واحد على فراش المرض لو كان واحد عادي غير النبي غير نبينا محمد صلوا عليه بأعلى أصواتكم زين يصير مثلا واحد على فراش المرض يقول أنا فلان أعطيه كرمي شنو الكرم في صندوق يعطى بالنسبة إلى أهل البيت المقاييس تختلف أمير المؤمنين قبل هذا الحدث أو بعده جاء إلى النبي عند موته عند وفاته عند شهادته تقول الرواية فأدخل علي رأسه تحت الثوب ثوب النبي وناجاه رسول الله طويلا طويلا كثير يعني ساعة أفرض ساعتين ما أدري الرواية تقول طويلا قول ساعة فأخرج علي رأسه من تحت الثوب وقال لقد علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب هذا النقل واضح إعجازي لو عادي إعجاز ليس طبيعي هذا ليس شيء طبيعي نفس الشيء في هذه الصفات التي ورث النبي فيها الحسن والحسين بعدين هناك نقطة مهمة أيها الأحبة النبي قاعد يخلع عليهم خلع تكوينية تناسب مهامهم الإمام الحسن سلام الله عليه سؤدد هيبة وسؤدد ترى الإمام الحسن يعني كثير ظلم في سيرته وفي ذكره وفي حياته الإمام الحسن لما تقرأ روايات أهل البيت في وصفه تبكي من جمال وصف الإمام الحسن سلام الله كان جميلا جدا ومن أشبه الناس بجده محمد صلى الله عليه وآله السؤدد الشرف الرفعة كان من هيبته وشرفه ورفعته وجماله ونوره كان عنده دهليز عند الدار إذا مرات يجلس عنده غرض مثلا عنده زاير يجلس بالدهليز كان الطريق ينقطع لأن الناس تجمهر فقط تشوف جمال الإمام الحسن سلام الله عليه من جماله وبهاء وحسن سمته شكله جذاب هذه أدوات زين تعال نحن الآن في رحاب الحسين عليه السلام المهمة التي الحسين عليه السلام مقبل عليها تحتاج أمرين جرأة وجود الجود الكرم العطاء الكثير أما الجرأة يعني الأقدام الشجاعة زين أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنه البطل الخالد السيف الرباني ناصر النبي صلى الله عليه وآله الحسين عاش فيها الأجواء وتجي الشجاعة وراثة نبوية النبي كان مقدام أيضا كان شجاع زين النبي شجاع حتى في إصراره حتى في الشجاع الأدبية قال لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما فعل كان عنده إصرار عنده قوة شخصية عنده جرأة عنده ثبات قدم الإمام الحسين لما طلع إلى أرض كربلا سمى أنه كان لا يكترث بالموت هذا بين قوسين أحد أضلاع موضوعنا ليلة غد زين الولي صارف نظرة عن الدنيا الأولياء مشغولين بالآخر لهذا أن يضع للموت في حسبان شيء ما دام هو في طاعة الله ما في هذا في جدول الحسين عليه السلام أول لقاء بين الحسين وبين طلائع الجيش الأموي مثل هاليومين أمس أول أمس لأن الإمام الحسين وصل إلى كربلا في اليوم الثاني من المحرم قبل لا يوصل إلى كربلا وصل إلى منطقة اسمها شراف فشافوا أصحاب من بعيد سواد فكبر أحدهم قال الحسين لماذا كبرت قال أرى رؤوس النخل أشوف رؤوس النخل من بعيد قال الحسين قال هذه رؤوس الحراب رؤوس الحراب لما إجي الحر ابن يزيد الرياحي وتحت إمرته الفارس شنو مهمة الحر حتى يطوق الحسين وياخذ عنوة إلى عبيد الله بن زياد يبايع زين فالحسين قال هذا جبل ذو حسام نخلي هذا الجبل وراء ظهورنا نحتمي به ونستقبل القوم لأنه لا نعرف نيتهم حتى نستقبلهم بوجوهنا نزلوا حر العراق وهذول فرسان ماشيين فترة ما عندهم ممزودين فلما وصلوا الشيخ المفيد في الإرشاد يقول من شدة الحر لما نزلوا صاروا يستظلون بدوابهم ينزل تحت بطن الفرس يستظل من الشمس وشافهم الحسين عطاشا أبو السجاد أبو الرحمة هذول نفسهم اللي منحوا سكينة ومنحوا رقية ومنحوا الرباب ومنحوا عبدالله الرضيع وهو يعلم وقال كلمة المعروفة اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفة بعضهم كان ما يعرف يستخدم القربة فالحسين قال احنث السقاء هذول عراقيين لهجتهم غير الحجاز احنث السقاء ما عرف الحسين شنو يقول فالحسين تكلم بلهجته قال انخ الراوية حسين شوفوا هذا البيتين الشعر يجيسون قلبك وقلبي قلبك وقلبي يقول أبا عبد الله سقيت عداك الماء سقيت عداك الماء منك تكرم بأرض فلاة حيث لا يوجد الماء سقيت عداك الماء منك تكرم بأرض فلاة حيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاش من الأجداث في لهفة جاء سقاهم ما أطول عليك الشاهد هو شجاعة الحسين جرأة الحسين بعدين صار وقت الصلاة أذن مؤذن الحسين وأذن مؤذن الحر ووقف الحسين عليه السلام ليصلي والحر أيضا وقف بأصحابه حتى يصلي إلى الآن ما صار كلام بينهم ثم ناد الحسين قال يا حر أصلي بأصحابي وتصلي بأصحابك يعني أنا إمام مفترض الطاعة حسين مني ما تصلي وراي إذا أنا أصلي ما تصلي وراي قال الحر بل تصلي ونصلي بصلاتك يا أبا عبد الله إجاء صلى خلف الحسين عليه السلام الحسين بعد الصلاة قام قال يا أهل الكوفة إني ما أتيتكم إلا وقد وردت إلي كتبكم قال الحر ما علمت أنا هذه الكتب التي تتحدث عنها ما عندي خبر عنها فالحسين أشار إلى عقبة بن سمعان أن يأتي بخرجين مملوئين من كتب أهل العراق نثرها بين يديه قال ولكني لست من من كتب إليك تفرق الجم على هذا هذا راح جهته الحسين راح جهته ثم أن الحسين عليه السلام لاحظ الحر عند كلام معه قال يا أبا عبد الله قبل لا يقع أي مشكل أي شي ترى أنا أنقلك المضمون يعني المضمون كل كلام يعني مؤثر قال يا أبا عبد الله أنا أدري أن ما في أحد يدخل الجنة إلا بشفاعة جدك وأنا عندي مهمة أنه إذا أقبض عليك ما أخليك قال الحسين الموت أقرب إليك من ذلك إن الدعية بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة قال الحر لا أدعك قال لا أتبعك قال لا أدعك قال لا أتبعك قال لا أدعك ثلاث مرات قال الحسين لا أدعك هنا الحر ما كان يواجه الحسين به الحقيقة المرة قال يا أبا عبد الله إلى أين ماضي وين رايح أنت ابتسم الحسين أنا ما شفت بالروايات يعني في الطريق يبتسم إلا أكون قل أنه ابتسم تحت سيف الشمر ابن ذا الجوش له غاية نتحدث عنها بس ابتسم قال يا حر أنت تقصد أنني سوف أقتل يعني هذا اللي خايف منه أني أنا راح أقتل قال بلى يا أبا عبد الله لئن خرجت لتقتلن قال أبي الموت تخوفني سأنضي وما بالموت عار على الفتاة إذا ما نوا حقا وجاهد مسلم وواسى رجالا صالحين بنفسه وفارق مثبورا وفارق مجرما فإن عشت لم أندم وإن مدت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش فترغم سين شعف أنه ما في ما في طريق مع الحسين عليه إلى آخر القصة كان ثابت القدم هذا بالنسبة إلى شنو إلى الشجاعة حتى الشجاعة الأدبية الحسين يوم عاش وراء خطب سبع خطب يقولون لم يرى أخطب من الحسين ولا أفصح منه لسانا زين يقول وضع الشجاعة على البراعة فالصليل على الدليل هم قتال وشجاعة وهم جرأ أدبية عند الحسين عليه السلام حتى قال ابن سعد أنا ما بي أقرى لك مقتل بس قاعد أدلل قال ابن سعد أتدرون من تقاتلون هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب لو برز إليه أهل الأرض رجل رجل لأفناهم عن آخرهم افترقوا عليه أربعة فرق اللي يقول الراوي ما رأيت مكثورا قد قتل إخوته وأهله وعشيرته أربط جأشا من الحسين وإنه ليشد عليهم فينهزمون من بين يديه كالمعزى إذا شد فيها الأسد هذا وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان وعنده مو فقط شجاعة زين جرأة النبي يقول جرأتي وجودي الكرم كان ودي أتكلم عن كرم الحسين بس أنا أتصارع ويالوقت للأسف زين لكن يكفينا شيء إحنا من ندلل على كرم الإمام الحسين لأن الإنسان يعطي ينفق يجود من علمه من عقله من جاهه زين هذه الأمور التي يمتلكها الإنسان حتى إذا أنفق الإنسان نفسه في سبيل الله يبين كرم الحسين يقول والجود بالنفس أقصى غاية الجود يقول شيخ محسن أبو الحب يقول أنفقت نفسي في رضاك ولا أراني فاعلا شيئا وأنت ضميني هذا دمي فالترو صادية الضبا منه وهذا للدماء وهذا للدماء وتيني أو للسيوف وتيني وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني لنصر الدين هذه رجالي في رضاك ذبائح كل شيء أعطى ما بين منحور وبين طعيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني وعلي أن أسعى إليك مقنطرا شنو يا بيل حسين وعلي أن أسعى إليك مقنطرا فوق الثرى وعليك أن ترضيني يقول يا رب رضيني شتريد يا أبا عبد الله ورضاء غفران الذنوب لشيعة وعدتها الحسنى وأنت ضميني أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين هذه مدرسة الجود مدرسة العطاء وإذا من هذه المدرسة يبزغ فجر أم البنين سلام الله أم البنين اللي أعطت فلذات أكبادها أربعة وتجلس في البقيع وتبني قبور خمسة يقولون لها يا أم البنين أنت أولادك أربعة ليش تبنين قبور خمسة تقول هذول قبور الأربعة هذول أولادي أنا أبكي عليهم ولكن هذا القبر الخامس ابن الزهرة أبكي عليه إذ لا أم له تبكي عليه وتعو وتضل أمك تحسب أيام وتعود تحار بعين هل النوم وتعود أنجدك أنجدك هم ترد يحسي وتعود لدارك لو تضل دارك خلي تقول أنا بدر الوفاء أنا بدر الوفاء أولادي رضعتهم وين شلون رضعتهم تقول من قلبي من قلبي وعلى الزهرة أبعتهم قالوا لي قالوا لي ذبحة وأربعتهم قلت بالموت يا لي تتبعتهم يكفيهم 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 فخر زين أبنعتهم تقول حق الوالدة حق الوالدة حق الوالدة على الولد ما ينقص وما وفى ولد لما بجميع الناس وما وفى ولد لما بجميع الناس وانت وفيتني وكفيت يا عباس وتظل شفوفك بكل العمر تنباس ونوماسك يا روح ما علي نوماس التفت زين العابدين عليه السلام إلى بشر بن حذلم قال يا بشر ادخل إلى المدينة وانعى أبي الحسين ولو ببيتين من الشعر فلقد كان أبوك شاعر دخل بشر بن حذلم وهو ينادي يا أهل يثري لا مقام لكم بها يقول لا الخبر يقول لا الخبر عند قبر رسول الله خرجت المدينة من أقصاها إلى أقصاها إلى من أن مر على حلة بني هاشم يعني الشارع اللي فيه أهل البيت طلعت لها أمرأة تنادي قد قل لي زلزلت بالصيحة أركان البلد أردا نجدك عن أهل هالبيت ظل منهم أحد قال لا شباب ولا رضيع ولا ولد بينما بينما هو كذلك إذ شقت الصفوف امرأة على يدها طفل صغير وهي تقول أيها الناعي أحرقت قلبي أشعلت نيراني لمن تنعى من الذي قد قتل قال للجمع من هذه التي أحرقت قلبي قال ولما عرفت هذه أم البنين هذه حليلة أمير البو قال هذه أم البنين عظم الله لك الأجر فلقد قتل عبد الله قالت ما سألتك إلا عن الحسين قال عظم الله لك الأجر لقد قتل جعفر قالت ما سألتك إلا عن الحسين قال عظم الله لك الأجر فلقد قتل قالت ما سألتك إلا عن الحسين التفت إليها هذه توجع 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 قال له عظم الله لك الأجر فقد قتل أبو الفضل العباس انهدل كتفها سقط الطفل من علامة نها قالت يا هذا ما سألتك إلا عن الحسين قال يا أهل يذريب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء صيح صيح وا حسيناء الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة ومن الصبوح ومن الصبوح زينب مشيت للشام عنه ومن الصبوح ومن الصبوح ومن الصبوح صحت أولادي 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 وكل من بالعالم يروح ومن الصبوح ومن الصبوح عندي عن حسين ومن الصبوح 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 صحت بصوت وا عباسة زيناء أسألك أسألك أم البنين من شافت حين زينب من وشافت صحت بصوت وإحنا ويا هوا حسيناء قالت أنجديت أنجديت على راعي المحن راعي المحن أبو فاضي لش سوى الخواتم النخن أدري غيور أدري غيور به ظنه وادريه ضرب السيف فنه يا زينب وإن كان وإن كان مو راضين عنه وإن كان مو راضين عنه لروح الكربل وعاتبن مو بس عاتبن لروح الكربل لعاتبن وحرم حليبي لرضع من قالت لا لا يا أم البنين هذا أبو فاضي ما طاح يوم عاش شهراء إلا وقد ملأ بيوت أهل الكوف وبين ناعن ونعي قالت الحمد لالله الحمد لالله على نصيبي وحلال عليك يا أولادي حليبي والله لو أدري بحليبي هل وفشان بعد ربيت لك يا حسين أخوات تقول لا تدعوني ويك أم البني تذكريني بليوث العري كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني يا لي هذه أبياتها أبياتها يا لي تشعري أكما أخبروا بأن عباس قطيع اليد يقولون يا ابني بليوث شقيت الأصفوف هذه أبيات الدعاء أخذ حاشتك الليلة أم البنين يقولون يا ابني بليوث شقيت الأصفوف ودارت عليك القوم يا ابني بزان وسيوف وقعد فوق المشرع مقطوع لتشفوف مفضوخ راسك والدماء من ازنودك تسيل شوف شوف شنو تفتخر هالموقف الخالد يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين لالقاع رديت يا عقلي وياضي العين والله يا عقلي لو مثلك ينذبح سبعين ولي شنو ولا كان صدر بن البتو لترضه الخيل لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين يا الله أخواني لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وأهم حوائج نفرج إمامنا صاحب الأمر نقرأ هذه الآية خمس مرات سوية بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه اللهم اكشف ما بنا من سوء يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج خاتم الأئمة اللهم عجل لمولانا الفرج وسهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المستشهدين بين يديه من أوصان الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاج اللهم اقضها لهم جميعا يا الله اشف مرضانا وعافهم سيما المنظونين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسس بأحسن القبول وإلى روحه وإلى من سلف من أموات هذا الجمع وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات شكرا